عامان على سقوط بوتفليقة شهدت خلالهما الجزائر الكثير من المنعطفات التي سعى من خلالها الرئيس عبد المجيد دبون إلى الإقناع بالتغيير ومن أهم هذه الإجراءات استفتاء على تعديلات دستورية قالت السلطات إنها ستمنح مزيدا من الحريات وتضمن الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وهذا ما لا تراه المعارضة التي اعتبرت كل التعديلات الصورية لا تغير في جوهر النظام السياسي الرئيس تبون عدل قانون الانتخابات ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو المقبل لتجديد البرلمان الذي انتخب أعضاؤه في عهد بوتفليقة ليكون هذا القرار أيضا مثيرا للجدل بين مؤيدا ورافض حيث يعتبر الرافضون أن التغيير يكمن بتحديد فترة انتقالية يعاد فيها النظر في كل التشريعات والمؤسسات وعلى الرغم من حملات الاعتقال التي طالت عددا من المعارضين والصحفيين إلا أن الرئيس تبون أصدر في الذكرى الثانية للحراك عفوا شمل هؤلاء المعتقلين خطوة اعتبرتها المعارضة محاولة للقفز فوق مطالب الحراك الشعبي جهود تبون لكسب الرأي العام هددها غيابه حين أصيب بكورونا والطر للعلاج في ألمانيا لأشهر طويلة حينئذ تذكر كثيرون غياب تفليقة عن المشهد لسنوات إلا أن كورونا أيضا كان وراء وقف الحراك الشعبي لعدة أشهر لكن بداية عام 2021 شهدت تراجع كورونا وعودة الحراك ورغم مرور سنتين مليئتين بالأحداث يبقى الشارع الجزائري منقسما بين مؤيد لرئيس الحالي ولمشروع الجزائر الجديدة وبينما يرتبون وحكومته امتدادا للنظام السابق وآخرون يعيشون الخيبة من السلطات والمعارضة معاً في غياب مشروع مجتمع يكفل الحريات والعدالة للجميع ويبتعد عن الاستقطاب الإديولوجي والأجندات المشبوهة